السلام عليكم وحبتي طلبة الصف السادس الإعدادي محاضرتنا هذا اليوم ستكون حالة passive in the future symbol مثل ما نعرف حالة future symbol سنأخذها مع الفعل الناقص the modal verbs with wall subject ونعرف هذا الزمن من خلال subject wall infinitive مصدر مجرد plus complement plus complement تكمله يحدث هذا الزمن أو يحدث هذا الزمن من صيغته أو من ظروفه الصيغة مثل ما شرحناها والظروف هي tomorrow next in the future the following week the following day the following year إلى آخر صيغة الحلب المجهول طبعا راح تكون subject اللي هو نائب عن الفعل المفهول به will be plus participle plus complement حالة till be الفعل ال be راح يكون عندنا هنا بما أنه الفعل مجرد ال be راح يبقى مجرد فرح يكون will be plus participle خطوات الحل مثل ما شرحناها سابقا وللتذكير أول شيء حدف فاعل السؤال وتحديد زمن السؤال ومن ثم المفعود به نحدده اللي نلقيه بعد الفعل الرئيسي ونخليه فاعل للحل لو نجي نشوف الأمثلة اللي موجودة عندنا هنا someone will grade our homework over the weekend هنانا شو راح أتعاملوا إياها أتعاملوا إياها على أساس أنه أحدف فاعل السؤال will grade الزمن حددته our homework راح نقلها أخليها أو أخلي هذا المفعول به في بداية الحل our homework بعد هذا الشيء راح نطبق قاعدة ال B اللي بالمبنية المجهولة اللي هي will be will be grade فاعل قياسي راح ياخذ فقط D graded والتكمله over the weekend question 2 I want areas the data هنا إذا نلاحظ أنه نلاحظ أنه الزمن هنا على مستقبل من بعد ما حدفنا الفاعل I الزمن من وجود will أو بحالة أنه في won't will not هنا راح حددت الزمن أنقل المفعول به the data the data the data won't راح تبقى هي بحالة النفي يعني ما راح أغير شيء بالجملة won't be بحالة النفي نفي والإثبات إثبات the data won't be areas فعل قياسي أيضا ياخذ فقط D question 3 question 3 we have here we will make a meeting next week طبعا الزمن من next week من will زاد مصدر مجرد عرفنا بعد حذف فاعل السؤال تحديد الزمن will make a meeting المفعول به راح نقله في بداية الحل the meeting the meeting will be make تصريف الثالث made على اعتبارة شاد next week السؤال اللي بعد السؤال الرابع بنفس الطريقة عدي السؤال الخامس وهذا من الأسئلة اللي إجابي 2014 دور أول if the bears fly into turbines they kill هنا أنا حددت زمن السؤال من خلال شنو من خلال حالة conditional structures here من حالة conditional structures زيت بما أن الجملة الأولى الجملة الأولى هي مضارع بسيط ومبنية على أساس الاحتمالية فراح أعتبرها أنه شنو حالة مستقبل أو حالة first conditional if the bears fly into turbine إذا الطيور طارت في التوربينات they kill تقتل هنا انبنت على أساس مبني للمجهول يعني ما راح مثل ما يقول أستخدمها بحالة بحالة zero لا هنا من خلال المعنى أعرفها أنه هذه يجد بالدور الأولى 2014 وهي موجودة بصفحة 175 تم ريندي أعتقل الحل سيكون will be killed killed كذلك number six we have the trade not extend in the future أول شي لازم أحدد الزمن طبعا طريقة تصحيح الفعل أول شي أحدد الزمن وبعد ذلك أطبق قاعدة المبنية المشهولة أو قاعدة be في سبيل أصل للحل فهنانا بما أنه not extended في حالة من فيه وموجود دلالة المستقبل راح أصير الحل won't أو أقدر أقول will not won't be extended extend extend yeah now we have here another way of questions many mobile phone towers are built will be built in the future عند اختيارين are built will be built يعني ممكن يكون مضارع بسيط وممكن يكون مستقبل لكن من وجود in the future here we know that the tense of the question or the tense of the sentence is the future يعني من خلال الظروف اللي موجود فعلى هذا الاساس راح اختار will be built اللي اتمنى انه الملاحظات وافية في ما يخص زمن المضارع أو زمن المستقبل عفو زمن المستقبل البسيط طلاب ايضا من الحالات اللي نستخدمها بالزمن بالمبنى المجهول هي زمن المضارع التام present perfect على اعتبار الزمن هذا هستونا اخدناه احنا بالوحدة الخامسة present perfect يحدد كذلك الزمن يا اما من ظرفه او من structure من الصيغة طبعا ضروف الزمن المضارع التام present perfect هي four since yet already just never ever وكذلك إذا لقينا sofa مصطلح بمعنى الظمن بمعنى الظروف الزمنية مصطلح زمني بمعنى لحد الآن القاعدة اللي تستخدم لهذا الزمن بمعنى الزمن بمعنى الزمن بمعنى الزمن هنا صيغة الحلب المشهول ستكون فاعل has have or has been بمعنى الزمن بمعنى الزمن بمعنى الزمن بمعنى الزمن بما انه الفعل بالتصريف الثالث فالب ستتعامل بالفعل نفسه ستكون أيضا تصريف ثالث ستقول لي استاذين الفعل هم تصريف يعني يصير بين وتصريف يعني يصير بين وتصريف لأن هذه حالة مجهول قاعدة ثابتة فعلى هذا الأساس القاعدة عيتها نائب عن الفعل أو ما يعتبر المفعول به بالسؤال has have been best participle plus complement طبعا إذا حالة تحويل من معلوم إلى مجهول فالجملة رح نلقاه التصريف الثالث رح نلقاه جاهز هنا الآن لدينا مثل مثال عن present perfect in passive voice or in passive she hasn't copied the questions شون رح أقدر أحولها إلى مبنية المجهول نفس ما اتفقنا أول شيء أحدف فاعل السؤال حددت الزمن منها hasn't زائد التصريف الثالث المفعول به رح ينتقل بالبداية فراح يصير the questions the questions يعني قدنا subject plural الفاعل جمع أصبح الدين ناب عن فاعله هنا the questions جمع بعد ما علي بالفاعل اللي موجود بالسؤال اللي حدفته يعني بما أنه الفاعل مفرد أنزل مفرد لا بما أنه الفاعل جمع فراح استخدم have نفي فراح يصير have مثل ما اتفقنا النفي نفي والإثبات إثبات the questions haven't copied the question sorry the question haven't copied yeah that's it the question haven't copied the question نقلناها بالبداية haven't copied هنا عندي نقص بالحل هنا عندي نقص بالحل فاللي راح استخدمه هنا هو haven't yes been the question haven't been copied sorry نسيت البناني فأعيدها she she hasn't copied هنا يعتبر المضارع التام the question نقلها بالبداية haven't خليتها haven't someone has broken the door already هنا أول قاعدة أول شيء أسوي أحد الفاعل السؤال has broken اللي هو تحديد الزمن المضارع التام present perfect ثم انقل object the object at the beginning of the answer the door the door the door مفرد رحغول has been broken رحنزن نفسا yes they have three they have cancelled the account and try to answer it حول تحلها the police have taken the stolen bags أيضا هنا عندي الاسلوب الخامس أو السؤال الخامس باسلوب ثاني the engine not operate yet من وجود yet رح أعرف أن هذا الزمن هو مضارع تام من وجود yet رح أعرف أن هذا الزمن هو مضارع تام فاللي رح أسوي شنو the engine مفرد رح أقول hasn't been hasn't been operate رح تتحول للتصريف الثالث operated yes the cars already the cars already paint هنا لدينا الظروف الظروف من نزل يعني between two practice with the verb هنا كدلالة أن الزمن هذا مضارع تام بعد أكو من جانب ثاني الترتيب رح يصير أدي مشكلة كما تعلم we have taken that the adverb already يعني سبق وإن أخذنا already من الظروف اللي يستخدم بالزمن المضارع التام موقعة قبل التصريف الثالث ممكن وممكن في نهاية جملة هنا the car جميع رح أقول have رح أقول have have already been painted paint painted بالتصريف الثالث فعل قياسي painted المشكلة هون already أغلب الطلبة يصور أنه موقعه قبل التصريف هو رح يكون قبل البن قبل التصريف الأول فيصير have already been painted not have been already painted لا have already been painted يعني رح يكون ما بين الفعل المساعد والبني هنا أجاب مكان الفعل الرئيسي السؤال 8 question 8 the passport is not has been lost for 2 weeks هنا بما أنه عندي 4 last time يعني عندي 4 with bird عندي 4 مع فترة زمنية مع وقت فعلى هذا الأساس رح يكون الزمن مضارع تم رح أختار has been lost has been lost على هذا الأساس هذا ما أدنى من حول المضارع التام أو حالات المضارع التام في حالة المبنية المتحدة آخر حالات الباس أو آخر حالات الباسف هي الباس بيرفكت زمن الماضي التام طبعاً الماضي التام أيضاً أخذناه تقريباً بالوحدة الثالثة ثلاثة أخذناه بحالة الرئيسة أخذناه بحالة الرئيسة بالندم أخذناه أيضاً بحالة الكنديشنال و بالوحدة الخامسة أيضاً و بالوحدة الخامسة أيضاً من يونت 5 أخذناه with comparison أو comparative between the best symbol with the best perfect بوجود بعض الأدوات مثل because و مثل after هنا الماضي التام البسيط بالمجهول يحدد من خلال صيغة الزمن طبعاً مكان ما قلنا بالمضارع هافو هاز راح ناخد هادو التصريف الثالث فحتى تكون عندك بيّنة أنه القاعدة الأخيرة راح تكون بما أنه هادو التصريف الثالث فهنا من العادي اللي راح يكون عنده هادو بين يعني شي عادي بما أنه الفعل بالتصريف الثالث فالبي راح تكون هي بالتصريف الثالث هادو بين plus participle plus complement éo راح نقلاح لها في بداية الحل The chairs Had تنزل نفسها بين الإضافة والملحق Renewed بما أنه بحالة التصريف الثالث ينزل كما هو Renewed Yes Now we have another question about the past perfect عندنا أيضا مثال آخر حول الماضي التام Someone had stolen my bag at the airport My bag طبعا حدف فعل السؤال Had stolen هو الزمن My bag من بعد الفعل بعد الفعل مباشرة المفعول به My bag My bag had been stolen تكملة at the airport Yes Now we have another way To the question of the passive in the past perfect If the suitcase damaged the company would have given me a new one لنكاتب لك ملاحظة هنا نوع الكونديشنال نوع الشرط يحدد الزمن بما أنه الجملة الأخرى بيها Would have given Would have given إذن هذه حالة third conditional حالة third conditional أتعامل وياها على أساس شنو؟ على أساس أنه جملة الـ F أو الـ F close لازم يكون زمنها بالماضي التام بالماضي التام فهنا بحالة المبنية المجهور راح تكون هاد بـ Damage راح تكون بالتصريف الثالث فعل قياسي فقط دي نضيف له الحالة الأخيرة هي حالة الاختيارات لربما تيجي عند نهاية الحالة بس نحن تعودنا دائما بالمدارس بنصف السنة يعني بالامتحانات الشهر يا أقصد يحاولون بعض الأخوة المدرسين أن يطورون من طلابهم بهتش أساليب بس بالوزارة تيجي إن شاء الله أبسط مع العلم هو الماضي التام ولا حالة من الحالات اللي يجي بالامتحانات اللي كونه ما موجود بالكتاب بس ملاحظات يعني كقواعد ملاحظات لكن أسئلة علي ما كو إذا كانت الملاحظات ليس ملاحظة هاد بين 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 هنا أنا يعني شنالليش مدري يعني ممكن يكون زمن ماضي باس يعني أكو فد باس سيمبل وأكو باس بيرفكت ماضي بسيط وماضي تم هنا شناللي حددني أختار ماضي التام من وجود إف أولي يعني الدلالة بالحل هنا أنا إف أولي من حالات الندم فراح أقول إف أولي إذا بنالتي وزنت سكورد أو هادينت بين سكورد أختار هادينت بين سكورد كل الموفقية مع دعائي لكم أحبتي طلبة الصف السادس وإن شاء الله لدروس القادمة راح نوافقكم بمواضيع الوحدة السابعة إن شاء الله أترككم في رعاة الله اشتركوا في القناة